قبل ثمانية وسبعون عام اهتم الملك عبدالعزيز رحمه الله بسقي الماء لضيوف الرحمن ومن أبرزها بئر المؤسس الواقع بجوار عالمي حدود الحرم المكي بمركز الشميسي والتي كانت تقدم سقي الماء لقوافر الحجاج والمعتمرين آنذاك كان أهم شيء يؤرق الملك عبدالعزيز هو تأمين كل ما يتعلق بالحج والحجيش وكان من ذلك تأمين الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة وأيضا تأمين موارد المياه لأن مكة المكرمة كانت صحيحة بالمياه لكن مع مرور الزمن رأى أن ذلك الأمر يعني لا يغطي حاجة الحجاج والحجيش فأمر رحمه الله بحفر هذه الآبار على طرق الحج فكان من ضمنها هذه البئر التي نحن نقف بجوارها اليوم والتي وضعها رحمه الله عام 1361 حفظت هذه البئر وعملت لها هذه الأسبلة واللوحة التي على السبيل هي التي تسهيل إلى تاريخ إنشائها البئر التاريخي الإسلامي والذي يقع بالقرب من صلح الحديبية يقدر عمقه بين 25 و 30 مترا وقبته البيضاء التي تجمع الماء من حوله حيث لا تزال مياه البئر باقية حتى اليوم كل هذه المناطق الطرق المؤذية لمكة حفرة آبار مثل هذه البئر يتنقف جنبها وهي بئر مطوية عمقها يعني عميقة جدا ثم ترفع بمياه عن طريق طبعا أجهزة مواطير كذا إلى هذه السبيل الذي إلى جانبها وعبارة عن حوض من الماء يمتل بالماء ويأتي الحجاج ويقصرفون منه بمغارف معدنية أو ما شابها ذلك وطبعا يحققون حاجة من الماء بئر سبيل المؤسس الذي اعتدته قوافر الحجيج لشرب الماء ظل على حاله منذ القدم حتى غطته الرمال وبقي بلا اهتمام أو رعاية وكأن المكانة التاريخية له قد اندثرت هذا الموقع الأثري الذي يعود إلى سنوات مضت بقي صامدا رغم تأكل بعضه ولكن يبقى السؤال متى سيصبح هذا البئر معلما تاريخيا يلقى الاهتمام والعناية نادر العتيبي الإخبارية مكة المكرمة